وفق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار الأراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة بمجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لعام 2022 تجمية ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورية للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين ذلك بعد استفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة على أن يكون التصرف الأراضي الصناعية بنظام التملك وحق الانتفاع ذلك وفقا لمجموعة من الضوابط وفيما يتعلق بدوابط نظام التملك نص مشروع القرار على أن يكون تملك الأراضي الصناعية بالأسعار التي تم تحديدها استرشاديا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق